أما بنهاية صباحنا اليوم رح نروح لنضوي على حلم الشباب ونحكي اليوم عن دورات التدريب والدبلوم وغيرها من المجالات اللي هي عم تشكل عامل جذب مو بس للخريجين أو الاختصاصات الجامعية اليوم هذا حلم أو هدف لكل حد عم يبحث عن فرصة بسوق العمل ولكن كما ميقول اتراعي اهتمامه واختصاصاته الجامعية تماما واليوم بدنا نحكي عن اهمية التدريب الفعال الدورات التدريبية اليوم اللي بتناسب الاختصاص الجامعي وايضا بتناسب سوق العمل اللي بدو يدخله اليوم الشاب رح نحكي اكتر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الدكتورة سوزان اليمني مديرة في شركة تدريبية سعد صباحك اهلا وسهلا فيك سعد صباحك صباح الخير دكتورة اهلا وسهلا فيك اليوم خلينا معك نروح لنوضح الفرق بين التعليم الأكاديمي وأكاديميات التدريب سعد صباحكم اهلا وسهلا بحضرتك كثير فيه مصطلح شائع بما يتعلق بالأكاديميات التدريبية بالماجستير الميحني بالدكتورة الميحنية وفيه كثير طلاب من الراغبين بانه يكملوا تحصيلهم العلمي أو يطوروه عن طريق التدريب بما بيعرفوا الفرق بين الأكاديمي والتدريب في مصطلحات تماما في مصطلحات كثير بتكون مشتركة بين القطاعين إن كان التدريبي اللي هو سقل المهارة وبناء القدرة أو إن كان الأكاديمي اللي هو إكمال التحصيل العلمي الجامعي أو الدراسات العليا فبيفوت الطالب باللبس بين القطاع التدريبية والقطاع الأكاديمي واللي بيوقعوا بمشاكل مستقبلية أو بيخليه يتعرض لصدمة لما بيجي بعادل الشهادة أو بيطلب إنه يتم اعتماد الشهادة من أحد الجهات فبالتالي الفرق بينهم كبير لأنه المختص بتقديم البرامج الأكاديمية أو المراحل الأكاديمية هي الجامعات إن كانت السورية أو الدولية العاملة في القطر أو خارج القطر لكن الشركات التدريب والأكاديميات هنه ما بيتحلن القانون الناظم إنه هنه يقدموا شيء أكاديمي أو درجة جامعية أو درجة ماجستير أو درجة دكتورية هنه بيقدموا التدريب أو المهني بعض الجهات اللي عندها الترخيص اللي بتمنحهم اللي بتعطيهم الصلاحية بأنه يمنحوا ماجستير ميهني بتكون جهات هي بالمسمة الكامل جهات قد تبدو أكاديمية لكن من ضمن نطاق عملها هو تدريبي كتير صعب التفريق بينهم لازم يكون عند الطالب ثقافة كاملة عن الفرق بين الجهتين ودائما لازم تكون المرجعية هي وزارة التعليم العالي لما يكون الطالب عم يبحث عن الشق الأكاديمي لحتى يتأكد من اعتراف الوزارة بهاي الجهة ومدى موثوقية هاي الشهادة اللي ممكن هو يدل سنة أو سنتين عم يدرس لحتى يحصل عليها تمام دكتورة خلينا نحكي شوي عن أهمية دور مراكز وشركات التدريب دور المراكز وشركات التدريب ما بيقل أهمية مثل ما البعض بيفكر عن دور الجامعات بالعكس هو رديف يعني نحن لسنا منافس للجامعات ولكن نحن رديف منكمل العمل اللي بتقوم فيه الجامعة اللي بتبدأ فيه الجامعة ببناء المعلومة الأكاديمية لدى الطالب بتحييقته بشكل مدروس ومنطقي لحتى يكون صاحب مهنة معينة ومتخصص في مجال معين يأتي دور مراكز التدريب وشركات التدريب بيسقل مهارته العملية بتدريبه قبل ما يفوت على سوق العمل لحتى ما يكون بييده مسؤولية ما أنه قادر يقوم فيها لأنه شتام بين التعليم الأكاديمي وبين التطبيق الواقعي أو المهارة العملية خصيصا بغياب تطوير المناهج إحنا صرنا فترة كتير طويلة ما واكبنا تطورات المناهج أو تغيير المنهجية في التعليم يعني إحنا ما تغير شي عنا بالرغم من كل التطورات اللي موجودة وأكيد بنطمح وبعرف أنه كل الجهود عم بتروح هلأ خصيصا هلأ يعني بالفترة مؤخرا لحتى نطور طريقة التعليم اليوم يمكن الأشخاص أو الشباب والصباية بحاجة للتعليم خلينا نقول مؤن نظري العملي يعني أكثر يعني ينزلوا ويطبقوا حتى لو كانت عن طريق كورسات كتير من ضمن اختصاصهم يعني بيثقلهم مهاراتهم هذا الشيء اليوم أيضا في فروق بين ورشات العمل الدبلوم والدورات يعني شو أهم نقاط الاختلاف بين عطن؟ بدي أكد على حكي حضرتك ونوه لنقطة بأنه مهما كان الجهة التدريبية قادرة تعطي وتسق المهارة ما فينا نغيب الجهة الأكاديمية لأن المعلومة الصحيحة الأكاديمية هي اللي بتسلح الشاب بالقدرة الصحيحة المبنية على أصص علمية ليس فقط كمهارة لأنه بالتالي بشكله تكامل كبير كتير أما بالنسبة للدبلوم والورشات العمل والدورات هي كتير زاهرة هلأ بالشباب المقبلين على سوق العمل للمرة الأولى تحديدا بنسبية كتير عالية بين شريحة الخريجين حديثا بقدموا سيفيتهم فيها ضمن الخبرات وضمن الشهادات اللي هن حاصلين عليها بتلاقي في 13 أو 14 شهادة لدورات هي دورات فقط ورشات مجانية أو دورات هي بت يعني على نمط المحاضرة الموسعة بيفكروا أنه هي هي الشهادة هي الشهادة اللي بتأهلن مهنيا لهذه الوظيفة أو هي كافية هذا الوهم اللي موجود للأسف منتشر بشدة لازم الطالب يعرف أن الورشة هي ورشة مكثفة لحتى تسق المهارة محددة بيكون بالأصل عنده أرضية بعم يبني عليها لحتى يطور هاي المهارة بمجال ضمن التخصص لكن الدورة التدريبية هي دورة المفروضة تكون متخصصة بمجال كامل يعني ليست بمجال ضمن التخصص لا هي الدورة هي تعتني بمجال كامل أما بالنسبة للدبلوم فالدبلوم هو توجه الخريج لاختصاص كامل بده يبني عليه خبرة كاملة بيتخرج من الدبلوم المفروض أنه قادر يقوم بالأداء الكامل صحيح فلهيك هو ما يتوقع الطالب أنه من خلال الدورة أنا قادر أني أنا أكسب المهارة بالكامل صار عندي خبرة وصارت جاهز لسوء العمل ولا من الورشة لكن هي الورشة اللي بالأصل عاملين على رأس عملهم أو مثلا ما كانوا عاملين بس بيعرفوا عن المجال وحبوا يطوروا نقاط معين هون دائما تطوير ردا مهم بواكب التطورات اللي عم بتكون بها الواقع أكيد الورشات بتكون مصممة طبعا على اختلافها على اختلاف أنواعها بس غالبا بتكون مصممة لشريحة بالأصل عندها فكرة عن الموضوع وعندها أرضية بنتها بما يتعلق بهذا المجال وبتتطور تحديدا نقاط معينة الورشة بتكون مكثفة لحتى تدخلهم بدمان معين لحتى تعطيهم مهارة معينة أما هي معنى مثلها مثل الدبلوم وفي البعض بنجر لسوء التدريب تحت مسمى ورشة أنه أنا طبعا هلأ نحن صرنا بعصر السرعة فصار الطالب بس مستعجل أنه أنا بدي بس شهادة تكون ذات موثوقية عالية تعتمد لدى الجهة اللي أنا بدي أقدم على التوظيف عندها فعم يقع بهذه المشكلة بأنه عم يعمل ورشات كتير ما عم يعرف كيف يتوجه بتدريبه ولا اختصاصه وفي كتير أخطاء عم بتصير بهذا الموضوع بالتالي عم بتكون أحد الثغرات الأساسية للجهات التدريبية اللي بيكون أسلوبة تجاري ربحي فقط ما عندها حدف تدريبي أو تعليمي فعم بيكون هذا الطالب بالنسبة لألة سهل المنال تستقطبه عن طريق أنه أنا بيعطيك الشهادة خلال يومين ورشات سريعة شهادات ممكن تكون دولية هاي طريقة هي بس لسحب الطالب إذا ما أنا كحاب تجي لا تجي بنبعط لك اكزاكلي موصلين لهاي للأسف طبعا هي بعض الجهات وهلأ قانون التدريب اللي نحنا كلنا ناطرينه أكيد رح ينظم هذا الوضوع وجهات المعنية دائما هي بتعتني بهذا الموضوع من الضروري لاحظنا الفوضى بالفترات الأخيرة خصوصا الإعلانات على الإنترنت يعني الإعلانات اليوم عم تجذب بهدول الشباب ومثل ما عم نلاحظ كمان في أشخاص عندهم نهوس بالدورات التدريبية يعني أنا لو اكتفيت اتدربت للحد اللي أنا بدي أخدت الخبرة الكافية خلص بس الشغلة أنه أنا تجميع شهادات أو أعمل دورات أكتر هل فعلا كترة الدورات التدريبية إلى فائدة أم لا؟ أكيد لا الفكرة بأنه أنا ممكن أعمل دورة تدريبية ضمن اختصاصي أو ديبلوما هي مدة سنة أو سنتين تكون كافية أني أنا فوت على سوق العمل عندي المحارة لكن السبب توجه الشباب بهذه الطريقة العشوائية بشكل كبير وقوعهم بالأفخاخ اللي عم تصنع الجهات هاي هي أنه شبابنا عم يحس بعدم تكافؤ الفرص عم يحس أنه هو مضطر أنه يعبي سيفيتو بمئة ألف شهادة لحتى يكون معتمد لدى الجهة هلأ في جهتين بتلعب دور بهذا الموضوع الجهات اللي هي تشغيلية اللي بالأصل اللي بتكون إدارات الشركات اللي المفروض أو إدارات الموارد البشرية مع الإدارات العامة بالشركات الخاصة أو الحكومية اللي لازم تحدد احتياجها ووصفة الوظيفة بيكون ضمن معايير محددة لكل مهنة فبالتالي كم الشهادات لن يفيد بنفس الوقت الطالب نفسه لازم يكون بيعرف أنه هذول الشهادات اللي كتير ما بيعملولي تميز لدى الجهة لأنه أنا بالنهاية بدي يحس أنه الموظف عنده مسار واضح متكامل بيوصلني أنا بإشارات باخده من سيفيتو لوين بدي حطه بأي قسم وكمية خبرته فبالتالي عدم اتزانه وبتلقيه دورات كتير هو بحد ذاته مؤشر سلبي للي أنا كشركة لما بدي أستعين فيه كموظف فهو عم يعمل شي سلبي بالمقابل هو مفكر عم يعمل شي إيجابي وعم يستهلك عم يستنزف وقته وجهده وماله بالمكان الغلط طاقاته حتى المهارات طيب دكتورة ذكرتي المعايير وقتل نحن عم نحكي عن تدريب مفروض نحكي عن معايير تدريب جدا مهمة وتكون صحيحة شو أهم معايير التدريب الصحيح؟ أهم معايير تتحدد لأي جهة لأي جهة مستهدفة نحن عم نروح إن كنا لغير المختصين فتقنيات التدريب المفروضة تكون مختلفة إن كنا عم نشتغل مع مختصين فتقنيات التدريب تكون مختصة الكوادر اللي عم تعطي درجة دكتوراه أم خبرة مهنية معايير القبول لما الطالب عم بيتوجه لعندي أنا كشركة تدريب هل أنا عم بأخذ العمر بعين الأتبار؟ هل أنا عم بأخذ الخبرة بعين الأتبار؟ نمزجة بالتدريب كتير تفاصيل بالمعايير التدريب المفروض تكون عليك نتيق على معيار عالي لحتى أنا أحصل على جودة ومخرجات حقيقية أنا بكون عم أدي أمانتي لمهنية الوظيفية أمانتي تجاه المجتمع وتجاه الشباب بنفس الوقت أنا عم أكون محافظة كجيهة ربحية محافظة على ربحي أنا مع معارض ربحي بس بنفس الوقت أنا عم أدي أمانة مهنية فبالتالي كتير مهم وحساس هذا المجال وكتير مهم أن الشركات تكون على قدر من الوعي والمسؤولية تجاه أبناء البلد طيب اليوم إذا بنروح للمدة الزمنية للدورات التدريبية المدة الزمنية المناسبة بين الأيام وبين أيضا الساعات على حسب الاختصاص نحن نتوجه دائماً على حسب المادة العلمية أو المادة التدريبية اللي لازم تنعطى خلال هذا الدبلوم أو خلال الدورة التدريبية في عندي حد أدنى حسب الدراسات بتتم وتحليل للمخرجات حد أدنى من الساعات لازم يتم الالتزام فيه وهي ذات المعايير اللي بتضع الجهات المعنية بالترخيص هي بتحتى لحتى يكون شرط الاستفاء هاي الشروط بيكون لحتى نقدر نمنح الشهادة فتلقي ساعات تدريبية كاملة هو أحد أهم المعايير والشروط لأتأكد أن الطالب تلقى تدريب المناسب حتى ما ينظلم بالامتحان النهائي فأنا بحط بعين الاعتبار عدة نقاط التزام الطالب نمزجته طريقة قبول الطالب ومدى اهتمام الطالب بالمجال ومدى صحة اختياره للمجال بنفس الوقت بكون أنا حريصة على جديد الامتحانات النهائية هو بالتالي بيطلع متلقي تدريب المناسب على قليل إذا ما استفاد 100% خلينا نكون واقعيين هو يستفاد 80% من 70% إلى 80% من كامل المحتوى اللي نعطى هاي الاستفادة دكتورة سوزان وقت نقول 80-70% يعني أيضا هي نسبة كتير منيحة يعني هاي نسبة تعتمد على المدرب أيضا يعني اليوم القاء المدرب طريقة التواصل بينه وبين الشباب والصبايا كيف قادر يوصل هاي المهارة والخبرة لإله فمثل ما في معايير للتدريب أيضا اليوم المدرب هو في معايير مفروضة بتلك وخبرات المعايير التدريب كتير مهمة معايير الجهة الحاضنة للتدريب البيئة التدريبية اللي موجودة مهمة إنه تكون تحت أيدي خبراء ومختصين إضافة إلى أنه أنا كون عامل إداري ناجح لا يعني أني ممكن يكون مدير تدريب أو مدير في مؤسسة تدريب ناجح الأمر يحتاج إلى اختصاص ويحتاج إلى خبرة متراكمة يحتاج إلى مسؤولية كبيرة بنفس الوقت انتقاء المدربين من قبل إدارة الجهات التدريبية هو بيكون معايير مهم درجة الدكتوراه أحيانا بتكون ما بتعطيني مؤشر أنه هذا المدرب الصح لأنه قد يكون دكتوراه في الاختصاص هو رائع في إعطاء المعلومة الأكاديمية نظريا لكن أنا كجيهة تدريبية أحتاج إلى الدمج بين صنع التكامل وتوازن بين الشق العملي والشق النظري لأنه مستحيل أعتمد بس عن نظري وكون أنا عم أهل الشاب بشكل عملي بمجالات مثل الترجمة مثل إدارة الأعمال والإدارة المالية إدارة المراكز الصحية إدارة المستشفيات هاي التفاصيل هي بحاجة ميدان حقيقي يتواصل معه الطالب وأشخاص كانت على رأس عمله بهذا المجال تنقل خبرته وتنقل خلاصة تجربته للطالب إضافة إلى الشق الأكاديمي اللي بيكون كتير مهم حتى يشكل توازن لدى الطالب يكون عنده معلومة والأداء معلومة والجانب العملي بنفس الوقت واليوم إذا بنا نحكي عن الدورات التدريبية هي ممكن ما بتغني عن الشهادة الجامعية هي رافض لألا لكن كتير من الأشخاص بيتسألوا هل اليوم دورات التدريبية بتغني عن الشهادة الجامعية أو بتلغيها اليوم أنا إذا عمل الدورات التدريبية بيكفي أن يفوت مثلا بمجال بسوق العمل بمجال مثلا أنا بحبه أو حابب هذا المجال هي فعليا بتحل ما فينا نحكي قانون ثابت في هذا الموضوع لأنه نحن عنا جانبين جانب اللي هو ما كان عنده الفرصة بسبب أحد الظروف القاهرة اللي خلته حالة دون إكماله تحصيله العلمي وجانب اللي هو أنا خريج جامعي لكن بحاجة فعلا لسق المهارة ولتدريب فالشخص اللي ما تلقى ما أكمل تعليمه هو بحاجة ماسة فأنا هون عم حل مشكلة أنا عم مكن شخص بشكل اقتصادي حتى أنا خفف مشاكل المجتمع وأنا حسم من وضع دخل الفرد عن طريق الشهادة اللي ممكن يحصل عليها أو المهارة اللي ممكن يكتسبة ممكن فعلا تستعين فيه جهات بناء على هاي الدورة التدريبية بدون ما يكون خريج جامعي بنفس الوقت أنا عم باخد الخريج الجامعي اللي هو بدي يطور مهارته العملية ويكون جاهز لسوء العمل أو بالأصل على رأس عمله بس بدي يطور حاله لحتى يواكب تطورات العصر فبالتالي أو تطورات جهته نفسها فبالتالي أنا عم حل مشكلتين فهي أكيد ما بتخليني استغني عن الشهادة الجامعية لكن بنفس الوقت هي مهمة للجامعي ولغير الجامعي لأنه صدقا هي لبعض النساء اللي هنما قدروا يكملوا تعليمهم تحديدا شريحة النساء اللي ما قدروا يكملوا تعليمهم لأحد الأسباب عم بتكون حل لمشكلة مهمة بتترتب عليها آلاف المشاكل اللي عم تنحل على الصعيد الأخلاقي والمجتمعي والاجتماعي عم بتكون هي حل مهم جدا لتمكين المرأة بشكل فعلي لتكون هي منتجة ومستقلة وقدرة على أن تعيي الحالة بشكل كامل يعني دورات كتير مهمة لشريحة كاملة من الناس دكتورة اليوم من خلال عملك وتجربتك اليوم خضرتك أدرة تعطي نصائح لكل الشباب والصبايا اليوم لحتى يروحوا للكرسات الصحيحة ويقدروا يتميزوا فيها ويبعدوا عن فوضى الكرسات المكثفة الغير مجدية يعني اليوم نحنا مانا رايحين لنعب السيفي ونستنزف طاقات رايحين لنحنا نبدع باختصاص ما أنا برأيه عدة خطوات أنا إذا كنت بمكان ممكن أقدم نصيحة للشباب أقدم أول نصيحة أني أنا أكتشف ذاتي أعرف وين نقاط قوتي وضعفي أنا قد أكون متوجهة أني أنا بحب الأمور الدقيقة فممكن أكون نحات أنا لازم أعرف أنا مهاراتي وين اللي لازم استثمرها أو إذا ما عندي فأنا ابني مهارة وبعدين فكر باستثمارها بعدين حدد هدفي أنا هدفي أني أنا أتوظف بشركة تدريب ما بروح بتعلم قطاع صحي ما بعمل دورة تجميل أنا هدفي أني أنا تارجد تبعي أنه أنا أفتح بزنس لحالي ما بروح مثلا بتعلم برمجة أنا بدي روح بتعلم رياضة أعمال فبالتالي الفكرة بأنه حدد هدفي هي كخطوة ثانية والخطوة الثالثة بإني أنا استعين بالمعايير الوظيفية أو ببطاقة الوصف الوظيفي ومعيار القبول اللي أنا راغب فيه فشوف شو اللي بحاجة تتمكن فيه ضمن هذا المسمى الوظيفي اللي أنا بطمح له فأمشي على هذا المسار بعدين اختار الجهة المختصة والشخص الصحيح لحتى يعطيني وأحيانا للأسف أسماء بتكون لامعة وكبيرة بس هي مجرد اسم يعني مجرد فقاعة أنا بس اتقرب وأكا طالب وسجل وملاقي إنه هو ما عم يعطيني الاحتمام أو المعلومة الحقيقية اللي أنا كنت مفكر إنه يعني وهملوا بروبوغاندا اللي هلأ عم بصير على السوشيال ميريا عم بصير كتير سيئة بالنسبة للطلاب للأسف هي هدفة تجاري بحت لكن هنه ما بيعرفوا إنه آثار السلبية عم تمتد على مدى أجيال يعني كمية الأحباط اللي بحس فيها الطالب بعد التخرج كبيرة كتير ممكن تعيقوا عن التقدم بنفس يعني نحو الهدف بنفس المسأل أكيد دكتورة بنانتشكر حضورك معنا الدكتورة سوزان اليمني مديرة في شركة تدريبية شكرا لحضورك معنا شكرا لأكيد والمعلومات اللي قدمتينيها أكيد منتمنى لكم التوفيق لكم ولكل الشباب شكرا لأكيد